اشتركوا في القناة وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبقش بها وعجله الذي يمشي به وإن سألني لأعطي الناف ولئن استعاذني لأعيذن وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساء أيها الإخوة حينما يفكر الإنسان أن يقفئ نور الله يكون أحمق لو رأيت رجلا يتجه إلى الشمس وينفق بفمه حتى يقفئه تحكم بخلل في عقب إن البشر جميعا لو اجتمعوا لا يستطيعون إطفاء ضوء الشمس فكيف يستطيع إنسانا أن يقفئ نور الله عنه الحق كالجبل الشامح لو أن أهل الأرض جميعا ائتمروا على هذا الدين لا يستطيعون يتحدثون كثيرا يتوعدون كثيرا لا لأن أهله أخويا قم أضعف خلق الله بل لأنه دين الله وأنت أيها المسلم لا تقلق على هذا الدين إنه دين الله والله سبحانه وتعالى يمكن أن ينصره بأعدائه دون أن يسعر ولكن اقلق ما إذا سمح الله لك أو لم يسمح أن تكون جلديا بها الدين أن تكون جلديا للحق وخادما بهذا الدين إذا من عاد لي وليا فقط آذنته بالحق توضيح المعنى لماذا تتردد في أن تضرب شنفيا لأن الدولة كلها وراء أنت لا تعتدي على إنسان عاد تعتدي على من يمثل سلطة لو وسعت المعنى لو عاديت وليا لله وتعريف الولي في القرآن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزن الذين آمنوا وكانوا يتقون فأي مؤمن صح إيمانه وصح عمله هو ولي من أولياء الله فقبل أن تفكر أن تعتدي على ولي أو على مؤمن عدوانا بلسانك أو بيدك أو بحيلة أو بإغراء أو بضغط هذا المعنى مختبس من قوله تعالى إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكم وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهر أيعقل من أجل مرأتين أن يكون الرد فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة قال علماء التفسير معنى الآية أنك إذا أردت أن تكون في خندق معاذ للحق فاعلم من هو الطرف الأخر في منطق العصر القطب القوي سفيره معظم مبجل محترم إلى درجة تصدر نحن حينما نتقي أن ننال السفير بأذى لا لأنه إنسان مصارع لأن دولته قوية جدا يعني للتقريب من آذى لي وليا آذنته بالحق ومن حرره الله قصد ومن حرره الله قصد أحيانا خفرة في الدماغ تنتهي حياته يتمنى أقرب الناس إليه أن يموت يعني نقطة ذم لا تزيد عن رأس دبوس تتجمد في أحد أوعية المخ فيشد الإنسان ويسقد نطقه ويسقد بعض حواسي تصبح حياته جحيما يعني مليون باب من أبواب أن تغضو حياة الإنسان جحيما وأنت في قضة كذا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب أنا أتصور أن أشقى إنسان على وجه الأرض هو الذي يعادي أولياء الله لأن الله ينتقم منه أشد من الإنسان